هوية بريس نحو إعلام هادف أنا فهمتك على أشياء تهضر تهضر على البيع والشرال داخل فسط القطاع دي الغزة اللي غيرنا نهضروا عليه ونقدر نقول بأن يعني من بعد فش بدنا في شهر 12 من بعد واحد ثلاث شهور يعني تقريبا شهر 3 شهر 4 ثلاث الآن دي شهر جوج هي فين كانت القضية قصحة بزد من ناحية الماجاعة فأنت كانت تجينا يوميا إحصائية دي العدد الناس في المقدمة تكلمتي على شهداء فالناس اللي ماتوا بالقصف اللي كان يحزيننا أكثر هو العدد دي الناس حيث كان دقيقة عندهم الناس في الداخل فغزة العدد دي الناس اللي ماتوا بالجوع يعني احنا كان نقوله في المغرب مات بالجوع يعني جاء واحد جوع كبير لكن هادو ماشي مجازا وإنما حقيقة الناس اللي كيموتوا بالجوع ما هو سوء تغذية ما كانتش على سوء تغذية يعني ما كلاش ما كلاش حتى توفى وتما كنا نسمعوا بأن كانوا كيكلوا العلاف وشي أمور لي صعيبه وذلك العلاف كان مساكن الله المساعدة نجاهم القبض يعني مرضو مساكن في المصارن دي الوم وكذا فهذك الوقيتة فاش هدرتي على الأثمين اللي غلت بززاف اللي ماشي فما يصار فين غلت بززاف لا الداخل يعني باش تاخد فكرة القثامة مثلا الكيس اللي كان كيس هو 10 دولار من هضروب الدرهم تقليل 100 درهم ولا كيس هو 7000 درهم 8000 درهم من 100 درهم 7000 درهم من بعد كنا ندرنا كنا ندروا مشاريع دي لتوزيع الوجبات الساخنة كنا ندروا مثلا شي عجل كنا ندبحوه وندروا معاه شوية الرز وكذا العجل اللي كان كيس هو مثلا 40 الفدرهم غريبية 40 مليون ولو كيس هو 15 16 مليون وزيد وزيد يعني شي أتمين خيالية جدا ديس واحد كل شهور شهور بهذه الطريقة هذي ثم فاش دخل فاش دخل واحد الكمية كثيرة ديال الضقيق والمواد الغدائية شوية هبطت هذه المشكلة نخافض التسامن طيب شفلين ناحية أنكم مخبازة داخل القطع نعم كيفاش ترشون مخبازة داخل القطع وكيفاش هذي النوع دين المخابز كتير نعم الله يجازك بخير هذه المخبازة عندها واحد القصة إذن إذا سمحتي لي خدمنا على الإرساليات حيث واحد الوقتة كي يقف في المعبر الرافح يعني خاص يكون عندك واحد الباديل فإحنا فكرنا بأن تقولون بأن هات السيمانة ولا تخلص شيء مرة القديرة مزيرة فرافق وكذا كان مقوق فين فإحنا فكرنا في شيء بادلي يعني خدمنا قبل على المخبازة خدمنا على الوجبات الساخنة خدمنا على توزيع توزيع معفوان القفاف الغذائية في الداخل وهنا جتنا الفكرة بأن نقلنا خصوصا في الفترة دي المجاعة بأن الناس يعني طبعا المربى والزيت والعاسل محتاجين ولكن نرى الناس يهضروا على صد الراما ما بقعوش يهضروا على اللي كان نسمي نالولوكس أن الرفاهية طبعا الرفاهية هي والزيت والزيتون ولكذا فهنا جتنا الفكرة أننا نبني واحد المخبازة ما كان لكهرباء ما كان لبنزين ما كان لغاز فكل شيء يكون بداي فبنينا المخبازة أنا نجيك مرحبا بنا المخبازة يلا نمشينا صبغنا وحد المقر يعني صبغنا وقدينا بشي نظافة شي شوية تكون الصبغة نعم نعم شارك المحلية ولي مكلف نعم فصوبنا المخبازة كاملة ما زال يلا ما فرحنا بها تتضمر واحد الجزء مننا يعني القصف نعم ثم درناها درناها مرة أخرى عودناها لكن ذلك المنطقة كلها تقصفت فما بقى حتى واحد ما كل شي نزح من ذلك المنطقة في ناخد دامين في الوسط ديالغزة يعني هذه المرة الثانية والمرة الثالثة الحمد لله اللي حد الآن ما زال أخد داما المخبازة في الشمال هي كينا في الشمال الحمد لله كان شريه الدقيق أولا كان نصفطه من مصر جاب حاليا كان نصفطه من الأردن كان نصفطه يعني شي أمور اللي احنا كتجينا غريبة أنه هم العيش عندهم العيش نعم نعم يسميه الرغيف هو العيش يعني غير هو كي يكون بحال بطبوط ديالنا بطبوط لكي تنفخش شوية نعم فكل شي بداي من الأمور احتمل الحطب يعني دابا احنا كنمشيو معهم بتل شهور بتل شهور يعني باش إلا تتسد كم مدى بك نظر معاك حاليا دابا رأى المعبر للأسف ديال الأردن رأى مغلق بشي مغلق وإنما عندنا شحين ديالنا رأى كتسنة ما فاحنا باش ما نبقوش تحت الرحمة ديال الإغلاق الفتح ديال المعابر حاولنا يكون عندنا مشاريع اللي يتم حكا نحاول على قضية المعابر واش هي عنده قرار سياسي كيت تفتح وتغلب قرار سياسي ولا عندها يعني زمن مؤقت رأى كيت تفتح منها من هذ النهار وكيت تفتح من هذ النهار ومن هذ توقيت هذ توقيت ولا داك شاكو جوزيف لا جوزيف لا ما كينش برنامج يعني كتكون حتى تقول لك يعني مثلا كانت تصادف الصفر ديالنا حيث كنا مشينا القاهرة وأيضا مشينا حتى الأردن فاش كنا نعمشي للأردن تصادف سبحان الله العظيم ذاك اللي يتعقل ذاك الصائق ذاك الصائق الأردني اللي كان در تمشي عملية واشتعقل هذه واحدة شوية يعني هيكون هيكون في شهر تسعود في شهر تسعود بالطبط يعني في ذاك عشر أحضاش شو تنبير نعم كان هو إلى عقلتي ذاك الصائق الأردني لأن ذاك المعبر معمره ما يتصد باش نكونه واضحين لأنه هو المعبر اللي كتدخل منه المساعدات للدولة المحتلانية هو نفسه ماشي بحال ديال رافح فاش ما بقناش كعدة برافح ما بقاش شي حاجة اسمية رافح حد الآن يعني هو جزافي وعشوائي ووحد النهار بنت لهم أنه ما يسده وغير يسده لكن رغم ذلك بإذن الله غادي يتفتح وهو الفرق ما بينتهم هو أن المعبر ديال رافح يدخل مباشرة للجنوب اللي هو رافح ديال القطع والمعبر الآخر يدخل مباشرة للشمال ديال القطع فإذا كنا المخبازة حتى من الحطاب من الحطاب خصنا نوفره كمية كبيرة ديت الشهور ربع شهور لي يعني الحطاب والدقيق الملح السكر والأجور ديال 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 الموظفين لأن هذه العملية لا سهل نوفره بالضبط ستلاف راغيف يوميا ستلاف راغيف يوميا تكلف تقريبا سيدي صفر منهضر بالدرهم المغربية جوج فصيلة ثمانية درهم للراغيف الواحد ولكن الراغيف الراغيف رقيه السوق 50 ريال السوق 50 ريال نعم السوق 50 ريال للراغيف الواحد كل شخص عديرين احنا كل شخص كيستفد من راغيفين في النهار في النهار طبعا السينابي لو أننا نتكلموا جاتنا بفرصة أننا ندوك الناس كيفاش يعيشوا وكيفاش كينضموا الشيء نبغيوا نعرض بها الغازوات النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم كيفاش كانوا كيقسموا التمراء وهكا كديرين يعني هاتي يقول كان عندي تمراء في الصباح أنا عندي كأف الليل يعني يعني ذاك الأمور اللي ربما كنا كنا نسمعهم فاش ندوك سعى صلى الله عليه وسلم تحاصر ولو كيأكلوا الشجار وكيفاش وقالهم ذاك المأفا نفس الشيء سبحان الله العظيم لكن باش نكونوا واضحين صراحة يعني هاد الجوع اللي ضرب في شهر مارس أبريل تا فبراير هادك ما عمره ما عودش ترجع لأنه كانوا تم كان يعني بالعشرات دي الناس اللي كيموتوا بالجوع حاليا الأمور صعيبة في هاد الوقت هاد الأمور صعيبة بالقصف يعني كثير تشوف ده بالشامة دي الغزة هاد الشراسة دي القصف يعني ما كانش من قبل يعني صافي بحل هادوك جيلو خصوم يخرجوهم بأي طريقة هوية بريس نحو إعلام هادف